حتى الآن لم يجد مشروع التسوية الوطنية المطروح من قبل التحالف الوطني الذي يضم القوى الشيعية المقبولية الكافية التي تؤسس لنجاح المشروع الذي من المؤمل أن يخرج البلاد من الأزمات الراهنة تعقيدات كثيرة ربما تعقل سير العملية برمتها حيث يعد انقسام الآراء داخل التحالف نفسه حول المشروع عقبة أساسية فبعد موقف المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف من المبادرة شككت قوى من داخل التحالف بإمكانية نجاح المشروع على رأسها كتلة دولة القانون التي انتقدت التوقيت الزبني لتقديم التسوية وضرورة تغيير القيادات السياسية بل وطرحت مشروع بديل التسوية بحسب الكتلة يتم العمل عليه حاليا أطلق عليه المصالحة المجتمعية حتى ان رئيس الوزراء ألمح في اكثر من مناسبة الى المشروع البديل بدوره وضع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اثنى عشر مقترحان أمام التحالف الوطني ابرزها تغيير وجوه قادته بنحو كامل لكسب ود المرجعية وسط كل هذه المواقف ولغرض ايضاح الرؤية في مشروع التسوية الوطنية كشف زعيم التحالف الوطني السيد عمار الحكيم خطوة جديدة تمثل تحركات واسعة على المستوى الداخلي والاقليمي ولتقريب وجهات النظر بما يخدم نجاح المشروع